السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنوات طيبين ورب نعط عليكم الايام بخير يا رب معاكم سرسامين من اول مرة يشوفني النهاردة بقى هنعمل العشورة زي ما قالي الكتاب عايز اقول لكم جربوها بالطريقة دي وانا متأكدة هتبقى من احلى المرات اللي عملتوا فيها عشورة عملناها كده بشوية تكنيك حلو وابداعات بقى كده وده اللي عناها ده اللع من الاخر شايفين شكلها عامل ازاي ويفتح النفس ازاي عايز اقول لكم قد طلع كريمي وحلوة جدا كمان زي النافس الشوكولاتة وبسوس القهوة عملنا حبه كده بالمكسرات وحبه بزبيبو جوست الهند يعني ابداعنا فيها يلا بقى لايك حلو كده للفيديو ولو الفيديو عجبك وش يارولوا صحابكو وتعالى نشوف عملنا الامر دي ازاي يلا بينا اول حاجة بقى نجي للغلة بتاعتنا بتتباع عند العطار او بتجيبيها اكياس مغلفة انا جبت انت تقدمت نوع الضحة بصراحة جميلة جدا وبتبقى نضيفة اوي فانتي لو هتجيبي عمل عند العطار لازم طبعا تنقيها وبعد ما تنقيها بتخسليها غسلة كويسة جدا وبتنقعيها من ساعتين لتلات ساعات او ست ساعات ما فيش اي مشكلة لو انت نقعتيها ست ساعات مش هيحصل لها اي حاجة بس عايزة اقول لكم ان انا كنت مستعجلة وما نقعتيهاش خالص وطلعت جميلة والحب بتاعتها كان مستوي جدا انا جبتها طبعا ما كانتش محتاجة اني تتنقع عشان اكاسب ضحة بتبقى نظيفة جبتها فضيتها كده في الحلة وشطفتها شطفة بس بالمنظر اللي انتوا شايفينوا دوت ده الميا بتاعتها صفيا مفهاش اي شوايب ولا اي حاجة وبعد كده رحت احطها في الحلة وحطيت عليها مية بس اهم حاجة قطري المية بتاعتها زي عقلتين صبع فوقات ومغطيها بالمنظر ده وبعد كده رحت مولاها عليها النور وهغطيها تاخد عشر دقايق غليان وبعد ما تغلي بتفي عليها النور وبسيبها كده ما تغطيها حوالي ساعة او ساعة ونص اهو هنا بعد ما غلتها كده عشر دقايق بالمنظر ده هدلها بقى كده تقليبة وبعد كده هغطيها وطفي عليها النور وهسيبها حوالي زي ما قلتلكم من ساعة لساعة ونص وهرجع وريكم شكل الحب هيبقى عامل زي معنا هنا بقى بعد ما سبت الحب كده يستوف البخار بتاعه بعد ساعة ونص كان شرب كل المية اللي فيه والحب بقى معنا بالمنظر ده واستوى معينا وبقى ما شاء الله جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده الخطوة التانية بقى هنا انا هحط اللبن نص كيلو الغلة هحط له اتنين كيلو لبن لو انسي عايزة تستخدمي لبن اقل يبقى تشيلي حبة من الكمية بتاعتي الغلة ما تعمليش النص كيلو كله اهم حاجة تجيبي لبن سايب من عند حد كويس شايفين القشطة اللي نزلة قد ايه من اللبن عشان كده محتاجتش ان انا هحط قشطة اللبن كل ما بيبقى سايد كده وجيب انا عند حد مضمون وكويس والقشطة بتاعته بخيره بيخلي طعم الحاجة معاك جميل جدا لو هتعملي بعشورة او لز اللبن بيفرق معاك جدا جدا في الطعام انا كده حطيت اول كيلو من اللبن اللبن ده كان مغلي ونزلت اهو بالكيلو التاني دول كده اتنين كيلو لبن على نص كيلو الغلة تمام؟ هقلبهم بقى كده والنار هنا هبتدي اولحها بس النار مش عايزها عالية عايزها اعلى شوية من الهدية تمام؟ وبفضل كده قلب فيه وهسيب بقى الغلة بتاعتنا تكمل السوى بتاعها الكامل في اللبن دوت هي مش هتاخد معاك وقت لان الغلة قريتي فعلا من الطوية بنسبة 95% انا بس كده هتسبها شوية مع اللبن تغلي علشان خاطر تكمل سواها خالص بس هنا في خطوة مهمة لازم هنا نحط سكر هقولكوا بقى ليه الغلة لما بتاعت تغلي وانت حطى لها سكر بتاخد كده طعم مسكر لكن لما بتحطي السكر في الاخر بتحسي وانت بتاكلي ان اللبن هو بس اللي فيه تذكيرة وطعمه مصبوط لكن الغلة طعمها مش حلو تمام انا هنا ضيفت كوبية من السكر وقلت سيبهم شوية بقى يغل لان اللبن لست هيغلي شوية مع الغلة علشان زي ما قلنا يكمل السوى بتاعه تمام وبعد كده بنشوف السكر بتاعنا وبنزوده افضلي بس كده قلب فيه وخلي النار زي ما قلنا فوق الهدية بشوية يعني اقل من المتوسطة هنا بقى خلاص كان اللبن غلى معينا والغلة بقيت بتاعت البيلة طرية جدا جدا واستويت سوى كامل تمام حدلها بقى كتقليبة حلوة وببتدي بقى هنا خلاص اضيف لها بقى النشا في اخر وقت النشا مش بيتضاف غير لما خلاص بتبقى الغلة دخلت في سوى كامل هنا بقى دولت كان كنت شايلة هنا كوبية لبن من اتنين كيلو لبن شلت منهم كده كوبية على جنب وحطيت في الكوبية دي تلات معالق من بتوع الاكل نشا وحطيت فيهم معلقتين كريم شانتي كان خام مش محلة بس ده مش اساسي عايزة تحطيه حطيه من عندك ليش ما تكلفيش نفسك وما تجيبهوش وعادي وقلبتهم تقليبة كويسة لحد ما النشا دي بهو الكريم شانتي وببتدي بقى انزل بيهم تمام طبعا زي ما قلنا ما بننزلش بالنشا غير في الاخر اللي هو خلاص ابقى عارفة ان خمس دقايق حيربط معايا وتقل معايا وبقى تمام وعطفي عليه هنا بقى في المرحلة دي دوق السكر بتاعك لقتيها لسه محتاجة سكر حطلها هم اخدوا معايا بالضبط كباتين سكر من كبات الشاي اللي هي 150 ملي دي طبعا السكر دي رجعلك انتي انا ممكن اكون بحبه وباسل شوية انتي بتحبيه مسكر اكتر مني فيرجعلك انتي قلبي هنا تقريبة كويسة كده وبعد كده دوق السكر لقيت حبة تحطي سكر تاني ديفي مش حبة خلاص هنا بقى كان اول ما ضفت النشا بدأت قل معايا زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر دوت شايفين حتى معلم ازاي على المغرفة اللي انا مسكيها معنى كده انه هو بقى معايا السمك بتاعه مزبوط جدا احنا هنا اخر حاجة بنضيفها خالص بنحط الفانيليا البواكي او السيلة انا كان عندي فانيليا سيلة فاستخدمت منها معلقة صغيرة من معلقة الشاي لو انتي هتحطي فانيليا اللي هي البواكي حطي اتنين باكو من الفانيليا بس الفانيليا مش بنضيفها غير اخر حاجة اللي هو بنحطها وبنطفي النار هنا بقى خلوص كانت تقريت معي وصلت للمرحلة اللي انا عايزها وحطفي عليها وروح تضيف لها معلقة صغيرة كده من الفانيليا وحبتدي يقدلها تقليبة وحسيبه بس يبرط حوالي 3-4 دقايق مش اكتر من كده عشان ما يكتلش منك ويبقى تقل قوي تمام عشان بس لما يجي اصبه كده الخليط يبقى يستحمل بس الاطباق متفرقعاش هفضل كده اقلف فيه خلاص لان كيه طفت عليه النار وبعد كده بقى هروح احطه في الاطباق اي بقى اطباق تستخدميها عندك دايما انت حابة كده ابتدي بقى كده اغري فيه انا سبته بس كده هدى وقت بسيط جدا طبعا زي ما قلنا مش وقت كبير وهنا بقى جيت ازينه انا كان عندي هنا شوية كده من صوص شوكولاتة وعندي كده شوية من صوص القهوة ايه لو عندك مانجا عادة قطعها بس انا كان عندي المانجا طريقة ما كانتش تنفع عاز تحتي مانجا على الوش يحتي التزيين ده يرجعلك لو عاز اندي في واجه مجففة عاز تحتيها مفيش مشكلة جسط الهند والزبيب لو بتحبوهم انا هنا يعني عملت تشكيلة كده زي ما انتم شايفين عملت شوية بسوص شوكولاتة وشوية بسوص القهوة وعملت شوية كده بالقرفة وشوية عملتهم بجسط الهند والزبيب وحابة تانيين دول هعملهم بالمكاسترات وكمان هسيب كم طبق كده سيدة عشان بابا ما بيحبهم شو بصراحة عليهم اي حاجة وهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله من نصف كيلو غلى واثنين كيلو لابا عملنا كمية كبيرة قد ايه هنا المكاسترات بقى بتاعتي كتعبارة عن سوداني ولوز وبندق انا ما كانوش عندي متحمصين حمصتهم تحميسة كده كويسة وكاستراتهم كده بكوبية زي ما انتم شايفين بالشكل ده ممكن لو ما عندكش مكاسترات تحطي بس سوداني بيبقى طعمها بجد خطير قوي واللي بالقرفة برضو لو بتحب بالقرفة طعمها لذيذ جدا عايز اقول لكم بجد انا متأكدة انتم لو عملتوها بالطريقة دي هتاكلوا شوية عشورة حاجة طحفة عايز اقول لكم لولادي الجنين وعليها وعجبت جوزي جدا وقال لي والله بجد طعمها الطحفة تسلم ايدك كريمي كده وطعمها حلو جدا وادكوا شايفينه الشكل دين ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته